موسيقى موسيقى نحن اليوم على اعتاب بيت الشاعر البصري بدر شاكر السياب نحن ندخل ونشوف عمارة هذا البيت ونلتقط صور جميلة طبعاً ونشوف شين الذكرات اللي حاطت في هذا المنزل وبهذه القرية اللي راح تكون جولتنا بيها خليكم ويانا خلي نشوف بيت الشاعر البصري بدر شاكر السياب نحن اليوم في بيت الشاعر بدر شاكر السياب هذا البيت يمتاز بالعمارة العربية القديمة وهو يكون مفتوح من الوسط ودائر ما دائر هذه الحدود غرف يسكن بيها ابناء هذا البيت هذا البيت يمتاز بالعمارة العربية القديمة يمتاز بهذه الأعمدة التي تسند هذا البيت راح يكون هنا تصويرنا جداً متميز عدنا لقطات جداً جميلة هسا راح ناخذها تعتمد على التركيز على التصوير المعماري لهذا المكان راح ناخذها بحرفية عدنا جداً زوايا بهذا البيت نتمنى أن يدركنا الوقت وناخذه راح نبدي بهذه اللقطة اللي هنانا نحن اليوم بمنتصف الشهر العربي عدنا القمى نصف بالضبط أجبتني هذه اللقطة اللي راح أاخذها هنانا هذه الفوانيص القديمة اللي بعد إعمار هذا البيت خلوا هذه خاطر طابع الإسلامي العربي القديم في هذا البيت فهذا البيت يعتبر كمتحف لمقتنيات الشاعر بدأ شاكر السياب مثل ما جاء يشوفون هنا هذه الغفوة هذه الغفوة هي صومعة بدأ شاكر السياب اللي كان يجلس بيها يكتب بيها أشعاره يدرس بيها أتم دراسته ومحاضراته وتفكيره في أروقت هذا البيت خلينا ناخذ هذه اللقطة هذه مدرسة باب سليمان اللي تبعد من بيت السياب عشرة كيلومتر هذه المدرسة باب سليمان كانت فقط أربع مراحل يعني أول ابتدائي وثاني وثالث ورابع حيث أكمل الشاعر بدأ شاكر السياب هذه الدراسة في هذه المدرسة للمرحلة الرابعة تبعد من القرية جيكور من بيت السياب إلى هنا مثل ما قلنا عليكم السلام العمي عشرة كيلومتر انتقل بالدراسة إلى مدرسة ثانية الآن سنرى وهي مدرسة المحمودية للدراسة الابتدائية الصف الخامس والسادس الابتدائي تبعد من هذه المدرسة إلى ذيك المدرسة ثلاثة كيلومتر فكان هذا الطريق يعني هو اللي صنع أو أوحى للشاعر بدأ شاكر السياب للتجول في هذه البساتين هذه القرية جيكور هي مسقط رأسة اللي كانت تمتاز ببساتين العنب والنخيل فتخيلوا انتم شون يمشي بهذا الطريق اللي كله بساتين وراح نعبر على جسر جدا قديم معروف عند أهالي أب الخصيب بجسر الخشب اللي هو هدم وصار بدالة جسر حديدي هسا راح نشوفه خليكم ويانا متابعين كمل يالله يالله هذا الجسر يسمى جسر الخشب اللي كان يربط مناطقه بالخصيب مثل منطقة باب سليمان وقرية جيكور بمركز القضاء بالخصيب مثل ما شفنا هنا ألفة لطفال حلوين مرتاحين جاي لعبناهم طوبة شوية مثل ما شفون جاي نهت طبعا ما أوصف لكم المناظر جميلة عدنا هنا لقطة جدا جميلة انعكاس لقطتنا اللي أن نحن اليوم منحجينا بالشاعر بدر شاكل سياب أخذنا شجون الذكريات فأصبح كلامنا كلام وثارقي نرجع وندخل تقنية التصوير الفوتوغرافي بهذه الطبيعة هذا التصوير يسمى بتصوير اللاند اسكيب تصوير اللاند اسكيب هو تصوير المجسمات وانعكاسها بالماء تصوير الطبيعة الخضر الأشجار الحشارش الماء السماء سنأخذ لقطات هنا منظر منها ستكون هذه اللقطة لاند اسكيب أثرية ليش لأن هذه الشناشي منعكسة بهذه المياه الصافية الهادية الدافئة بدفئ هذا الجو سنأخذ هذه اللقطة لدينا وعندنا لقطة جدا جدا متميزة وجميلة سنشوفكم مدى هذا الجمال في هذا القضاء دعوكم معنا وشوفوا هذه اللقطة طبعا عندنا لقطة جدا 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 هذا اللي انعكاس ان شاء الله ستشاهدون بهذه الصور نتمنى ان تنال على اعجابكم من خلال موقعنا لبرنامج الأخبر الكثير من الأسئلة والتساؤلات قالت انتوا ليش ما حجيتوا أو البرنامج بصورة عاملة يعني أنا مثل البرنامج ما مثل نفسي البرنامج ليش ما تكلم عن التصوير بصورة أكاديمية احنا حبينا نشوفكم هذه الجولات الجميلة من مناطق البصر وراح نستمر ان شاء الله بجولاتنا وندخل بها تقنية التصوير ومفاهيم التصوير وقواعد وأسس التصوير على هذه المناطق حسنا عدنا تصوير الاندس كيب مثل ما راح نالكم وراح نفترم ان عدنا همينا لقطة جدا جميلة انعكاس النخيل والماء والزوارق اللي هي وسيلة تتنقل عبر الماء وانعكاسها في هذا النهر الهادئ يعني دائما تصوير الاندس كيب يؤخذ بالتعريض الضوئي هنا من قط صفاء الماء ما راح ناخذ التعريض الضوئي راح ناخذ نضبط كاميرتنا بسرعة ثيادية وناخذ هذه اللقطة بدون تعريض الضوئي حتى التعريض الضوئي خصوصا بالمناطق اللي بيها ماء يعني مثلا الشلال النهار مدة الزمن هو شنو التعريض الضوئي هو زمن اخذ الصورة راح يكون زايد مع مراعات الآيزو ومراعات فتحة العدسة حتى لا تأثر اذا كان بالليل او بالنهار راح لها اعدادات معينة بس هنا نرجع للفائدة مثل ما قلنا فائدة التعريض الضوئي راح ناخر الزمن يعني نخلي الصورة تكون لها زمن 15 ثانية 8 ثواني 6 ثواني او نوبات تمتد الى 20 ثانية حتى يكون اكو جريان الماء بهذه الفترة الزمنية راح يكون انسيابية بالماء كأنما الماء يكون مثل المرآات العاكسة هذه الحالة هنا العفو تفضل عليكم السلام حياك الله هلا بيك هلا بيك شونك مثل ما تعرفون هذا الماء اليوم صافي اصلا هو صاير بيته علي الضوئي من قاعة نحن ناخذه ان شاء الله احنا اليوم مرتاحين متونسين هاي الاهالي سلم علينا ولعبنا مع الاطفال تفضل تفضل احنا على راحتنا وياكم وانتوا ويانا مرافقين بعدسة قناة البصر تعالوا نكمل هاي اللغبة بس خلنا تاني الاخ يتعدى بس خلنا الله يساعدك شوان الصحة شوان هذا الجسر من يمت هذا الجسر الجسر الخشر جسر الخشر مفكت عيني وارج انت ولادتك هنا قراب الخصوة اي ولادتك هنا اي وهذا الجسر قديم هنا اي قد قديم تفلش وبعدها محافظ على ذكريات عندك ذكرة بهذا الجسر مثل جاي سابح هنا لا والله شباح انا منشنا بالمدرسة هنا انت كنت مدرسة البابس اليمان تعرف هاي المدرسة هاي اللي كان بيه الشاعر بدر شاكل السيار كانت اربع مراحل هيا من الاول الارابع الله يوافك شنو عملك انا باي فيكار باي فيكار اتمنى لكم موافقين ان شاء الله الله يرزقك الله يخليك حياك الله راح ننتقل هذي اللقطة وناخذها بما اننا ماعدنا تعريض الضوية ونخلي السرعة معينة راح ننطيكم الاعدادات ان شاء الله بعديا لازم نتأنى بمسك الكاميرا ما يساعدنا بيه اهتزاز خصوص راحنا على منطقة غير ثابتة يعني اذا اجي شخص اتعد مننا راح يكون اكو اهتزاز بسيط فعدنا قاعدة من قواعد مسك الكاميرا اللي ايه هي نقدر راح نستغني عن الترايبودي هو الحامل الثلاثي للكاميرا شلون راح نخلي ايدينا على جانبتنا خاصة يعني راح تساعدنا كستاند لثبات الكاميرا وهذه المسكة من الاسفل راح تخلينا توازن راح تكون مسكتنا الكاميرا بهذه ووقفتنا بهذه الطريقة حتى يصيعدنا ثبات وتقدم من هذه الناحية راح ناخذ هذه اللقطة هسين هذه المدرسة مدرسة المحمودية التي تؤسست سنة 1913 درس الشاعر البصري بدر شاكر السياف بهذه المدرسة للمرحلة الخامسة والسادسة بعد انتقالها من مدرس باب اسليمان اللي كانت هي دراستها لأربع مراحل الأول والثاني والثالث والرابع مثل ما شفناها هذه المدرسة ما كان هذا مكانها هنا كان مكانها غير مكان انتقلت هذه المدرسة باسمها بمستنداتها الرسمية القديمة هذه المدرسة اللي هي هسه مكانه هنانا في قلب مركز قضاء بالخصيب خرجت الكثير من المثقفين ومن الفنانين ومن الشعراء هذه المدرسة لها أصالة كأصالة قضاء بالخصيب هنا درس الشاعر بدر شاكر السياف احنا راح ناخذ لقطة للقطعة مالة المدرسة حتى تكون توثيق لهذه المدرسة العظيمة من خلال المفكرين والمثقفين والكادر التدريسي اللي على من هذه العصور درس بيها وعلم الأجيال اللي خرجت وثقفت نحن اليوم بقرية جيكو هذه القرية التي ولد بها الشاعر بدر شاكر السياف تمتاز هذه القرية بكثرة الأنهر وكثرة بساتين النخيل كانت هذه القرية تحتوي على الكثير من بساتين العنب والنخيل سميت بقرية جيكو بهذا الاسم معنى هذا الاسم هو الجدول العالي الجدول العالي معناها ارتفاع مناسيب شط العرب بالمد والجزر يغذي هذه الجداول والأنهر التي تمتد بعمق هذه القرية كالشرائن اللي بداخل الإنسان بيتمددات من أنهر كبيرة إلى جداول صغيرة تغذي هذه المنطقة وتغذي هذه البساتين ونحن نعرف المناطق التي تكون بمناطق الدلتا اللي تحتوي على الماء من الجانبين هي هذه المناطق المثالية للزراعة فكثرة الزراعة وكثرة البساتين امتازت فيها هذه المنطقة هذه الأجواء أوحت للشاعر بدر شاكر السياب لهذه الأبيات وهذه الأشعار هذا المكان هو اللي خلق روحية بدر شاكر السياب وننتقل من هذه البساتين الجميلة اللي كان الشاعر بدر شاكر السياب يتمشى هنا ننتقل إلى نهر بويب وجسر بويب اللي حيّر العالم بتغزل الشاعر بدر شاكر السياب لهذا النهر خليكم تابعيني من قرية جيكور قضائب الخاصية نحن هسه في مكان العالم كلها تتمنى ان تكون بهذا المكان كثير من المثقفين والأدباء والشعراء يحبون يجون لهذا المكان وخصوصا بعد رحيل الشاعر بدر شاكر السياب وبعد قصيدة بويب قصيدة بويب اللي تغزلت بهذا النهر هذا النهر يحوي على الكثير من الذكريات لهذا الشاعر نحن لجمالية هذه المنطقة وجمالية هذه القرية حبينا ان تكون حلقتنا هنا حلقة فوتغرافية من برنامج لقطة وأيضا نتحدث عن الاسم اللامع لهذه القرية اللي خل هذه القرية يوصل صيتها إلى الكثير من البلدان العربية والعالمية القصيدة وربيات هذه القصيدة عبارة عن صور تتلى من خلال هذه القصيدة يعني الانسان ليش جمال وسلاسة شعر السياب لأن كل ما تسمع بيت شعر والشطر من هذه القصيدة تأتي ببالك صورة فالصورة جدا مهمة الصورة تدخل بالشعر الصورة تدخل بحياتنا اليومية أصلا عبارة من نقول إحنا نريد نتذكر الصور اللي بداخلنا فحنا حياتنا كلها عبارة عن صور أكو كثير من الأبحاث وكثير من الدراسات التي تهتم بالجانب الصوري الصورة هي المؤثرة سوف نرى هذا النهار بعد الفاصل نأخذ هذه اللقطة نأخذ هذا عمق الميدان الي موجود اللقطة جدا جميلة نتمنى أن يأتي طير يجعلنا جمالية بهذه اللقطة نأخذ هذه اللقطة ونرى قريبا كما قلنا نأخذ هذه الصورة بعمق الميدان الي موجود على بنجاح النهار نهر بويبا هذه اللقطة تمتاز بعمق الميدان عمق الميدان هو النقطة الأخيرة التي ستكون الفاصلة بينها الفوكس بين الوضوح وعدم الوضوح نأخذ هذه اللقطة هنا ونتمنى له يدعمنا ويسعف هذه الصورة الجميلة طير كانت تلملت ملامح هذه الصورة لتصوير الطبيعة تصوير الطبيعة يعتمد على الطبيعة لأنها موجودة في الخضارة هنا من الأشجار، من الماء، من المعكاس نتمنى بعد وجود الحياة المتحركة لدينا أكشن بالصورة دعنا نأخذ هذه هذه هنا أدنى حاركة شوئية اللي امتازت به هذه الصورة الغيوم عندنا في هذه الأوقات من الصيف ما يسمى بالشرجي الشرجي هو عبارة عن رطوبة الجو رطوبة تكون تحت مستوى ضغط نازل ضغط الجوي فرح يتولد بخار الماء بخار الماء رح ينزل إلى مستوى يعني إحنا ماشينا وحركتنا فيسمى بالشرجي ليش أن الهواء يجي من الجانب الشرقي يغير لنا الهواء البارد عكس الهواء اللي يتقدم من الشمال هسنا رح ننتقل إلى بيت الشاعر بدر شاكر السياب بعد ما شفنا قرية جيكور ونهر بويب خليكم ويانا طبعاً يعتمد التصوير العماني على العدسات الوايد هاي العدسات التي تكون بزوايا منفرجة أكثر حتى تاخذنا أكثر عدد من الكادة ويمتاز التصوير المعماري بالتوازن بالصور يعني عندنا إحنا هذه الأعمدة يجب أن تكون مطابقة لخطوط قاعدة الثلاث حتى نقدر ناخذ ونشتق من عندها الخطوط المستقيمة عندنا هنا تكوين عبارة عن مجموعة من المثلثات والمربعات اللي هي تكون لنه الهندس يعني عندنا زوايا هسا خلي ناخذ هذه عجبتنا هذه اللقطة هل ناخذها ونحن ننتقل إياكم طبعاً وشوفون هذه اللقطات الهندسية اللي رح ناخذها هدنا هاي اللقطة هنا كلش حلو وهذا البناء القديم للشندل وناخذ هذه الزاوية من خلال الأعمدة اللي موجودة مع غروب الشمس وتجو عندنا سلوط جميل جدا كثرة الأعمدة هنا اللي موجودة مع قواس الشبابيك اللي موجودة شكلتنا كاد وكل الجميل هندسي رح ناخذ لقطة هنا طبعاً لهذا المثقف بيت كامل يحتوي على الذكريات جميلة وين ما تروح تجد بصمة للشاعر بدل شاكر السياب من خلال الأشكال الهندسية اللي موجودة رح ننتقل هسا وياكم هنا للمتحف الخاص بالشاعر بدل شاكر السياب اللي بيه طبعاً بعض الكتب وبعض الصور القديمة وهذا المكان في طور التحديث رح يكون أكو بعض اهتمام أكثر ونتمنى أن يكون أكو اهتمام حتى يصير صدق متحف يعني يكون بيه مقتنيات بيه قصائر مطبوعة أكو لوحات بعض الأرسامين اللي متأثرين بهذا الشاعر رسموها خل ننتقل لها ونشوفها مثل ما جاي يشوفون داخل هذا المتحف عندنا طبعاً بعض الصور هنا القديمة وإحنا أنا هم أخذ الصور طبعاً في جولة جولة خاصة لهذا البيت لقبل ترميم هذا المنزل هذا المنزل كان غير مسقف كان مفتوح أشبه بالمهدم وعاد ترميمه مثل ما جاي يشوفون هسا أكو هنا حاطين بعض الصور خلال مسيرة العمل بترميم هذا البيت كان البيت مهدم تم صيانة هذا البيت على أيدي بعض المختصين وأشير بالذكر إلى الأخ العزيز الصديق من محافظة السمارة رب عباس الورد اللي هو كان من المختصين في عادة ترميم الطابوق الأثري هو طبعاً كان يعمل في الآثار الأردنية واكتسب هذه الخبرة من خلال عمله خارج القطر بهذه الآثار ونقال لنا هذه الخبر نتمنى أن تكون هذه تجربة لكل اللي جاي يسمعوننا من مسؤولين من ناس على اهتمام بالفن والثقافة أن يشجعون الناس على أن يطلعون ويجيبوننا خبرات يعني إحنا جاي نعاني من هذه القضية صح إحنا سبرنامجنا فني ثقافي وثائقي بس إحنا لازم نركز لأن هذا هم من همومنا بأن إحنا يكون عندنا عقول مفكرة راح نأخذ هذه اللقطة طبعاً جداً متميزة للقرية من أعلى بيت الشاعر بدل شراك الزيار هذه اللقطة تمتاز عندنا طبعاً بالسلويت اللقطة جداً جميلة وطلع علينا منها ديلاب مدية العاب قضاء بالخصيب هذه كانت جولتنا في قرية جيكور وفي بيت الشاعر بدل شاكر السياب افترنا وشفنا هذه المناطق الجميلة وهذا النهر والمدارس والقرية قرية جيكور من قلب قضاء بالخصيب ونحن نختم هذه حلقتنا المتميزة ترجمة نانسي قنقر